اهلا بكم في الحصة المغاربية والبداية مع تداعيات فشل جلسة المفاوضات بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل التي على اثرها قرر الاتحاد التمسك بالاضراب العام الذي سينفذه في السادس عشر من شهر يونيو الجاري وعلى خلفية فشل الجلسة ايضا جدد اتحاد الشغل دعوته لتكثيف التعبئة لانجاح الاضراب في كنف الوعي والمسئولية وفق ما ورد في الموقع الالكتروني الرسمي للاتحاد وكان اتحاد الشغل اعلن رفضه للمقاربة التي تطرحها الحكومة لانقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي معتبرا انها تتكتم على حقيقة الوضع وعلى حزمة الاصلاحات التي عرضتها على صندوق النقد الدولية قبيل اياما قليلة من الاضراب في القطاع العام بتونس اعلن اتحاد الشغل فشل جولة المفاوضات الاخيرة مع الحكومة والمضي قدما في تنفيذ الاضراب يوم السادس عشر من يونيو الجاري اثرى رفض ممثلي الحكومة التونسية لاستجابة لمطالب المنظمة الشغلة للأسف المقترحات لم تكن في مستوى انتظارات وفي مستوى انشغالات اكثر من 700 الف موظف في القطاع العام لذلك اضطر الوفد النقابي الى التمسك بالاضراب ويحمل المسئولية للحكومة ولرئيس الدولة كل تبعات هذا المناخ الاجتماعي المتوتر في قطاع عام من المفروض ان يكون رافع على الاقتصاد الوطني فشل المفاوضات بين الطرفين الحكومي والنقابي دفع الاتحاد لمواصلة التعبئة والحشد وذلك لنجاح الاضراب في القطاع العام الخميس المقبل وهو ما سيؤدي لشلل شبه تام في مرافق حيوية عدة وسيؤثر على العلاقة مستقبلا ما بين اتحاد الشغل وحكومة بودان بحسب مراقبين الاضرابات الاتحاد العام تونسي للشغل بالاضرابات العامة دائما تفوق المشاركة 90% بغض النظر على المتغيرات السياسية اعتقد ان الاضراب الاتحاد ماضي في الاضراب وقد حشد جميع هيكله وجماعي قواعيده وجميعاته لتنفيذ هذا الاضراب دشنا مرحلة جديدة من مواجهة مع الحكومة خاصة وان الحكومة اعلنت عن برنامج اصلاحي هذا البرنامج يلقى رفضا من الاتحاد وسيشمل الاضراب في القطاع العام ما لا يقل عن 159 مؤسسة عمومية ووفق الاتحاد فان الاضراب هدفه اجتماعي اقتصادي وليس سياسيا وللمطالبة بسحب منشور حكومي يضع شروطا للتفاوض مع النقابات فضلا عن الالتزام بتنفيذ اتفاقيات سابقة مبرمة مع الحكومة على اثر فشل الجلسة الصلحية بين الحكومة واتحاد الشغل التونسي تتجه الصاحة التونسية نحو تنفيذ اضراب في القطاع العام في السادس عشر من يونيو الجاري وسط تباين الاراء ما بين الحكومة من جهة واتحاد الشغل من جهة اخرى حول طبيعة البرنامج الاصلاحي الذي قدمته الحكومة ياسر دبابش الغد تونس لمناقشة هذا الملف يضم إلينا من تونس طارق السعيدي الكاتب بجريدة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل والدكتور محمد بوشنيبة عضو المكتب السياسي لحركة الشعب أهلا بكم معنا في حصة مغاربية سوف أدخل في صلب الموضوع مباشرة أبدأ معك سيد طارق السعيدي ماذا جرى في جلسة التفاوض التي كانت يوم الاثنين الأمين العام المساعد للاتحاد صلاح الدين السالمي قال بأنها كانت مهزلة وفاشلة وغير جدية بتاتا على حد قوله مساء الخير تحية لك ولضيفك ولكفة المشاهدين في اعتقادي أن تعبير مهزلة يعبر فعلا عن مضمون المقترحات التي قدمتها الحكومة ويعني بما قدمتها من حلول هزيلة جدا وفق الوفد التفاوضي للاتحاد العام تنسي للشغل الحكومة إلى حد هذه اللحظة لم تقدم أي تقرير أو بلاغ رسمي حول فحوة المفاوضات وما يؤكد أن ما قاله الاتحاد العام تنسي للشغل صحيح 100% هذه المفاوضات البند العريض فيها هو عدم الاستجابة لأي مطلب حتى وإن لم يكن في هذه المطالب انعكاس مالي يعني الحكومة لا تريد التفاعل مع مطالب الاتحاد اذكروا على سبيل المثال أن الفصل أو القانون عدد 20 منشور 20 الذي يلغي ويعطل التفاوض ما بين النقابات والإدارات العامة المؤسسة العمومية هذا قانون يعطل التفاوض يضرب مزدقية للتفاوض يضرب الاتحاد ولكنه لا ينعكي سوماليا الغاء ولا ينعكي سوماليا التمسك به هو إعلان لرفض التفاوض ثانيا الدخول تسقيف يعني الدخول في إصلاحات المؤسسات العمومية حالة بحالة جدولتها ثم الانتلاق في التفاوض حولها هذا لم يحصل وهذا ليس لديه انعكاس مالي هذا يمكن أن نقوم به دون ضغوطات مالية ولا انعكاسات مالية سلبية على الميزانية أيضا يعني هناك نقطة سلبية أخرى في داخل المفاوضات وهي سعي الحكومة إلى عدم الزيادة في الأجور طيلة سبع سنوات وهذا أمر تقريبا مستحيل ولم يحدث في تاريخ العالم لم يحدث أن بقيت طبقة شغيلة وطبقة وسطة دون تعديل مقدرتها شرائية على امتداد سبع سنوات هذا ما تطرحه الحكومة وهو في الحقيقة أمر غير مستبعد على اعتبار المربع الأول الذي وضعت فيه الحكومة نفسها وهو مربع توصيات صندوق النقد الدولي وتلك الوصفات الجاهزة للخروج من الأزمة طيب أخذ رأي سيد بوشنيبة من حركة الشعب ويعني الضغط على الإنفاق العام ما رأيك دكتور بوشنيبة هل اتحاد الشغل واقعي في مطالبه أم أنها تعجيزية بالنظر إلى ظروف المرحلة مساء الخير أهلا بك وبضيفك وبالسادة والسيدات المشاهدين دعني سيدي في البداية أقول إن اتخاذ الاتحاد قرار الإضراب بطبيعة الحال هذا أمر مشروع جدا وهذا أمر دستوري لا يمكن النقاش فيه وفي الحقيقة لقد اتخذ الاتحاد وقيادات الاتحاد اتخذت مثل هذا الإجراء ومثل هذا القرار في مناسبات سابقة وكان البوصلة والهدف دائما هو الغاية تحقيق مطالب الشغلة والمطالب الشعب التونسي بطبيعة الحال وفي الحقيقة نحن راقبنا في حركة الشعب هذا الحدث بكثير من الاهتمام نظرا لأن الأمر يعنينا بشكل مباشر باعتبار أن هذه اللحظة هي لحظة متميزة سياسية دكتور فقط لكسبة للوقت نحن نعرف موقف حركة الشعب بشكل عام لكن أجبني على سؤالي بشكل مباشر بنظر إلى تطورات هذه القضية أنتم في حركة الشعب هل ترون بأن مطالب اتحاد الشغل يعني واقعية في محلها أب أنها تعجزية بنظر إلى ظروف المرحلة غير ممكنة التطبيق في تقديرنا في تقديرنا وهذا الكلام نحن قلناه أكثر من مرة للحكومة ورئاسة الحكومة قلنا لهم إن هناك الكثير من الإجراءات التي تم اتخاذها لا تتماشى مع مقررات الخامس والعشرين من يوليو التي كانت في جوهرها معنا مطالب اجتماعية ومطالب اقتصادية ولذلك نحن نرى أن هذه المطالب التي يدعو إليها الاتحاد في مجملها على الأقل المعلن منها في هذه اللحظة هي تصب في نفس المصاب الاجتماعي والمصاب الاقتصادي وهي مطالب مشروعة بعضها يعود إلى سنة 2015 ولم يقع تحقيقها في الحكومة السابقة ورحلت إلى الآن لذلك نحن طالبنا بنفس الذي طالب به الاتحاد في مناسبة سابقة وقلنا إن هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ليست في مستوى الذي يتناسب لا مع القرارات المتخذة في 25 يوليو والبند العامة لهذا المسار ولا كذلك انتظارات الشعب التونسي الشعب التونسي انتظر أن تقع تحقيق آماله في العيش ولكن الذي رأاه هو أن هناك مزيدا من الغلاف الأسعار مزيدا من العطال عن العمل مزيد في الإشكالات المتواصلة لذلك نرى أن هذه المطالب في جوهرها مهمة وجيدة ولكن نحن ما نخشاه في حركة الشعب أن هذه اللحظة متميزة عن بقية اللحظات تحدث عن القدرة الشرائية سيد بوشنيبة ومن بين أبرز أسباب اتحاد الشغل سواء تمسكه بهذه المطالب أو حتى ذهابه في الإضراب هو بحسب قوله محاولاته لرفع القدرة الشرائية للموظف التونسي سيد طارق السعيدي إذا ما وقع الإضراب بالفعل إذا ما عاملت الحكومة المضربين بمبدأ العمل مقابل الأجر سوف تكون القدرة الشرائية الصفر في هذه الحالة فما الذي سوف يحقيقه الإضراب هنا أولا الاقتطاع هذا أمر قانوني والعمال مستعدون لتضحية بيوم عمل من أجل كسب زيادة في أجور على امتداد سنوات نحن اليوم نتحدث عن غياب تفاوض لسنة 2020 و21 و22 هذه ثلاث سنوات على الأقل إلى حد اللحظة لم يحصل خلالها العمال والأعوان في القطاع العام على أزيادة في الأجور من أجل ليس تمتعهم بخيرات البلاد بل من أجل تعديل مقدرتهم الشرائية ليواكبوا الغلاء يوم أمس صدر بلاغ معهد الوطن للأحصاء وذكر أن نسبة التضخم في تونس بلغت 8% حدود 8% هذا بدون اعتبار عديد من المواد الأخرى ويرجح الخبراء أن نسبة التضخم تبلغ 15% يعني أن التونسي وهو يأخذ أجراءه يفقد منه ما يقارب 10 إلى 15% قبل أصلا الشروع في الإنفاق وذلك نتيجة التضخم فما يطالب بالاتحاد تعديل المقدرة لمجارات هذا التضخم أولا أما بالنسبة للتضحية بيوم عمل فالعمال مستعدون نحن اليوم أمام لحظة فارقة لحظة تعبر من خلالها الطبقة الوسطى وأهم مكوناتها وهي قوى العمل على رفضها لخيارات حكومية لازمتنا منذ عشر سنوات وتستمر إلى الآن خيارات التقشف خيارات مد اليد إلى جيوب الفقراء والضعفاء والامتناع عن مد اليد في اتجاه جيوب إذن نحن أمام أضراب اليوم واحد وليس أضرابا مفتوحا سيطارق هو يوم واحد نعم هو يوم واحد نحن الآن الاتحاد لا يشن إضراباتا مفتوحة هو منظمة عقلانية لديها تقاليدها النظالية يوم واحد يوم ستاش ثم يوم سبعتاش يعود العمل إلى سائر نشاطه العادي ثم بعد ذلك يقع التقييم إذا كانت هناك خطوات إيجابية سوف يقع المراكمة عليه ثم ستتخذوا قرارات تباعا علما أن هناك قطاع آخر بصدد التملم لهو أيضا ويدعو إلى الإضراب وققع إقرار الإضراب العام فيه وهو قطاع الوظيفة العمومية يعني التعليم والصحة وما إلى ذلك من المرافق العامة بالتالي أريد أن أسأل الدكتور بوشنيبة نعم دكتور بوشنيبة إذا ما نفذ الإضراب هل تعتقد بأن الاتحاد سوف يغلق الباب على التفاوض مع الحكومة في هذه الحالة أم أن الإضراب سوف يعمل بطريقة عكسية وسوف يقوي موقف الاتحاد في المفاوضات مستقبلا إذا ما تم استعنافها بالضبط هذا الذي كنت أريد أن أتحدث عنه في بداية مداخلتي السابقة الإضراب أو إعلان الإضراب هو محطة في سياق التفاوض وإذا كان الإضراب سينجح فلا يعني ذلك أنه سيواصل الاتحاد الإضراب إلى ما لا نهاية بالعكس التفاوض ونحن هذا الذي كنت أريد أن أقوله في البداية نحن في حركة الشعب راقبنا ذلك بكثير من العناية لا لأهمية المسار فقط ولكن نظرا للعكاسات على البلاد والشعب لذلك كنا نريد أن يكون هذا الحوار الذي وقع بين الحكومة والاتحاد نافعا ومجديا ويخرج بتفاهمات جيدة إذن تعوض أو تمنع من الاضراب إلى الإضراب العام الذي أعلنه يوم 16 من هذا الشهر لذلك نحن نعتقد أن الاتحاد سيواصل في هذا المسار مسار التفاوض وأدعو من هذا المنبر أن الحكومة نفسها تحاول تقريب وجهة النظر مع الاتحاد وكذلك ندعو قيادات الاتحاد التي عاهدنا فيها هذه الرؤية الموضوعية لواقع البلاد أن تقرب وجهة النظر من أجل الخروج من هذه اللحظة لأن هذه اللحظة متميزة وهذا الذي أثرت أن أشير إليه مرات أخرى وهو هذه اللحظة المتميزة في المسار السياسي ومسار الحوار ومسار بناء دستور جديد ومسار الاستعداد الاسكتاء ومسار للإستعداد لكن دكتور بوشنيبة نحن أمام رئاسة جمهورية وحكومة لا يبدو أنها تستجيب للضغط أعود هنا إلى سيد طارق السعيدي القضاء أضربوا لأسبوع ولم يتحقق شيء من مطالبهم لماذا تتوقعون أنتم في اتحاد الشغل أن إضراباً ليوم واحد يمكن أن يفعل الكثير؟ سيد طارق أولاً لأن الإضراب شكل من أشكال الضغط ثانياً لأن الإضراب في القتال العام إذا لم يفلح في جلب الحكومة سيكون هناك خطوات تصعيدية أخرى في اعتقاد الاتحاد لن يظل ساكتاً مثل ماذا؟ مثل إضراب عام شامل مثل الإضراب العام الشامل هذا وارد وقد حصل هذا الأمر في عهد حكومة يوسف الشهد نفذ الاتحاد العام تنسي الشغل إضراباً في القطاع العام فلم تستجب الحكومة بل أن ليلة الإضراب السيد يوسف الشهد استدعى الأمين العام وأعلمه بأنه يأسف الإضراب ويريد تأجيله ولكن ليس باليد حيلة ثم عندما نفذ الاتحاد الإضراب في القطاع العام بعدها أن نفذ الاتحاد إضراباً شاملاً وهذا يعني خطوات متوقعة من الاتحاد في المرحلة القادمة والاتحاد لا يريد بلغة هذه المرحلة يريد سلطة عقلانية سلطة تتخلى عن مربعاتها التي ترسمها منذ البداية سلطة قادرة على التفاعل لأن عدم التفاعل مع التونسيين وتغليب المنطق السياسي أو تصبيق الملف السياسي على الملف الاجتماعي ضمن أجندة السلطة الحاكمة الآن سوف يؤدي إلى انعكسات سلبية جداً على الوضع الاجتماعي نحن نرى ربما أن هناك تعقيدات اجتماعية هناك تعقيدات اقتصادية قد تشويه المصار السياسي إذا لم يقع الانتباه إليها فالمطالب الآن هو بالتركيز على ما هو اجتماعي واقتصادي وقد مر الاتحاد من خطوة التنبيه والانحوار إلى خطوة الإعلان عن الامتعاض والإعلان عن الغضب عبر هذا الإضراب العام فالإضراب العام في القطاع العام اليوم هو خطوة في اتجاه القول بأن أجندة تونس اليوم والتي تضع الاجتماعي والاقتصادي كمحور ثانوي هذه أجندة غير لا تستقيم ولا تستقيم مع الواقع هذا ما يريد قوله الاتحاد يريد إعادة ترتيب الأجندة الميسية لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا وأن يكون الشأن الاقتصادي وهو سؤال واجهه للدكتور محمد بوشنيبة عذراً على المقاطعة سيد طارق دكتور محمد بوشنيبة ما احتمالات أن يتم توظيف أو استغلال أضراب اتحاد الشغل من قبل بعض الأطراف والقوى السياسية المعارضة لمسار 25 جوليا أليس هذا أمراً وارداً أيضاً؟ بالضبط هذا بالضبط الذي أردته أن أشير إليه في ختام مدخلة الثانية قلت أن اللحظة التاريخية الاتحاد ليست أول مرة يعلن إضراب مثل ما كان يتحدث الأستاذ طارق إذن أعلن الإضراب في عديد الحكومات سواء قبل الثورة أو بعدها وكان ذلك عادياً وكان ذلك مقبولاً ولكن في هذه اللحظة التي نحن فيها إذن وهي لحظة حساسة جداً من الناحية السياسية حساسة جداً من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من القطاعات إذن هذه اللحظة يمكن لهذا الإضراب أن يكون ورقة ضغط تستعملها أطراف أخرى لذلك نحن كنا نريد في حركة الشعب أن تكون التقارب أكبر بين الحكومة وبين رئاسة الجمهورية على وجه التحطيس والاتحاد وكنا نريد أن يكون الاتحاد موجود في الحوار لأن الاتحاد كان دائماً قاطرة هو الذي تسير بالحوار لكن اختلط طليلاً الأمور قليلاً هنا دكتور بوشنيبة بنعم أو لا لو سمحت هل حركة الشعب مع الخروج أو تنفيذ الإضراب أم لا نعم أو لا حركة الشعب لا يمكنها أن تقول أنها مع الإضراب أو ضده حركة الشعب تقول أن الإضراب حق قانوني وحق دستوري من حقها من حق الاتحاد أن يقرره إذا رأى قياداتها قياداتها أن ذلك يخدم مصالح إذن الطبقة الشغيلة حركة الشعب إذن تسعى في هذه اللحظة إلى أن تقريب وجهة النظر وإلى أن يكون المسار خاصة من الاتحاد مع مسار خمس صحيح نعم أنتم مع حق الإضراب لكن لا تفضلون في هذه المرحلة باختصار نوسمح بطبيعة الحال لماذا بالنسبة إلى هذه اللحظة لأنك كما ذكرت هذه لحظة حساسة من الناحية السياسية ومن ناحية الانتقال الذي نحن بسدده في هذا المسار ربما لو كان التقارب وقع بين الحكومة وبين رئاسة الجمهورية من جهة وبين الاتحاد من جهة أخرى لكان أفضل لهذا المسار مسار خمسة وعشرين يونيو ولو كان الاتحاد سار في الحوار لكان أفضل لهذا المسار ولكان أقوى على الأقل حتى لا يقع استغلاله من الأطراف المناوئة للمسار برمته شكرا لكم من تونس دكتور محمد بوشنيب عضو المكتب السياسي لحركة الشعب وطارق السعيد يكاتب جريدة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل شكرا لكم اشتركوا في القناة